الاول افتح معي هلا شباب بثال ستة عشرة صفحة ستة وخمسين بحكي لك مع معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل والطور قطرها يساوي تمانية حلو المركز لازم يعطيك اعطيك مركز شو اسمه اسمه نقطة الاصل شان نقطة الاصل زير زير اعطيك ان القطر انه هيك قال يعني لفه دار معاك القطر اعطيك هي تمانية احنا ما لازم كن معنا قطر لازم كن معنا نصف القطر فنصف القطر مباشرة شو بتساوي اربع ركز هي عليها معلومة صغيرة بس بتخلي كل حلق خلق نروح القانون طيران شو ما نقول سين ناقص دال تربيع اكتب القانون لأول مرة زائد صاد ناقصها كلها تربيع شو بتساوي را تربيع دال وهال هي المركز قال لي ان المركز صفر صفر فبعوض سين ناقص صفر كلها تربيع زائد صاد ناقص صفر كلها تربيع شو بتساوي نصف القطر تربيع يعني اربع تربيع يعني سين تربيع زائد صاد تربيع شو بتساوي ستتعش اربع تربيع هاي هي معادلة الدائرة اللي مركزها نصف نقطة الاصل ونصف قطر ها قديش اربعة الكتاب هون شباب يعني مو عامل اشي زيادة بس بحكي لك الكتاب هون معادلة الدائرة لمركزها نقطة الاصل طول نصف قطر هرا اللي هي هيك بديش احفظك الف قانون خلاص احفظ قانون واحد بس تكون نقطة الاصل زيرا زيرا دالو هازا بتلاحظ اختفوا بطلوا موجودين فعادي احنا لما نعوض بتروح معنا تمام تعني نزل تحت تدريب ستة اتنين شو بتدريب ستة اتنين شو بيحكي لك تدريب ستة اتنين برضو نفس الشي صفحة ستة وخمسين تدريب ستة اتنين ستة اتنعش صفحة ستة وخمسين ما معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل وتمر بالنقطة كذا كذا ممتاز المس حكت لي انه انا عشان اعرف اطلع من المعادلة لازم اعطيك المركز ونصف القطر او المركز ونقطة تمر طفعنا نقطة تمر منها بطول المركز بطولين نصف القطر وبحل اذا انت عندك المركز اللي هو صفر صفر نقطة الاصل واعطاك انها تمر بالنقطة من سالب واحد وستة يعني انت عندك دائرة مركزها نقطة الاصل مرأت من الاصل زن النقطة اسمها شو سالب واحد وستة عشان تكون اصاح النقطة ما بتكون هون سالب واحد وستة تمام عادي اكتب القانون سن ناقص دال كلها تربيع زائد صد ناقص دال كلها تربيع المركز عندي ايها ولكن ننقف ما عندي ايها اول ايش لازم نجد مين لازم نجد را لاني ما بعرفها را اللي هي بده تكون المسافة بين نقطة الاصل اللي هي المركز والنقطة مين سالب واحد ستة يلا طيران نطلع را را شو بتساوي تحت الجذر اعتبر ان مركز النقطة الاصل هي النقطة الاولى فبقول صفر ناقص ناقص واحد تربيع زائد صفر ناقص ستة تربيع را تساوي تحت الجذر واحد زائد سالب ستة تربيع ستة وتلاتين تربيع بطير مع الجذر صح هلا هون شو بتسير را تساوي تحت الجذر اللي هي سبعة وتلاتين بدنا نطير الجذر صارت را تربيع تساوي سبعة وتلاتين يلا روح القانون ارجع فوق القانون هون سين ناقص مين هي دال مقطة الاصل اللي هي هون سفر سفر تربيع زائد صاد زائد زيرو تربيع عفوا ناقص صفر تربيع شو بتساوي هاي اقتلعت را تربيع مباشرة شو بتحق سبعة وتلاتين نزبط لشكلها سين تربيع زائد صاد تربيع شو بتساوي سبعة وتلاتين من هيك خلص تمام شباب اذا فكرة الدرس عشان اطلع معادلة الدائرة هون بشكل مباشر لانه كمان شوي رح نشوف انه بطلت اعرف اكتب معلش بشكل مباشر كيف بتطلعها هي بعطيك مركز وبعطيك را اللي هو نصف القطر بتطلع المعادلة او بعطيك مركز وبعطيك نقطة تقع على الدائرة بتطول انت من خلال النقطة المرء اللي را وبتكمل حل تمام اذا درسك لغاية الان بشكل مباشر كيف تطع معادلة الدائرة اللي هي للمرة الالف سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع بتسابيرات تربيع تال وها هم عبارة عن احداثيات المركز نقطة بعطيك نصف القطر ومركز او بعطيك مركز ونقطة تقع او بتمر من هاي الدائرة تمام؟ تعال نروح نطير على مثال او تدريب ستة تلتعاش تدريب ستة تلتعاش نفس الصفحة ستة وخمسين هذا التدريب شباب جدا قوي انا رسمتلك اياه على ورقة ستة تلتعاش لان بحاجة ان يكون شويش المنظر مرتب اقرأ اول اشي التدريب شو بيحكي؟ اقرأ التدريب اذا كانت النقطتان ألف خمسة سلب اتناعش النقطة با سلب خمسة اتناعش نهايتي قطر في دائرة مركز هاي الدائرة مين؟ طالب منك عدة شغلات اللي طالبهم شباب بيحكوا عن مجموعة دروس طلع احداثيات مركز الدائرة هاي بتحكي عن الدرس الثاني اللي هو اخر درس فات معك متحان شهر الاول طول مص القطر بيحكي عن المسافة بينها نقطتين درس الاول ومعادلة الدائرة بيحكي عن الدرس هذا اذا هذا السؤال دامج ثلاث اسئلة بالوحدة اللي هي كلها عبارضها اربع دروس اصلا تعالي شو النقطة ألف اللي هي عبارة عن خمسة سلب اتناعش تمام؟ خلنحكي هون ان هاي هي سلب اتناعش وهون اللي هي اتناعش بالسينات عندك هاي خمسة عندك هاي شو سالب خمسة طبعا انت لو رسم بالامتحان رسم افتراضي ما في مشكلة بس هون عشان ما اجل شرح لك كل موضوع عندك واضح من هي النقطة خمسة سالب اتناعش اللي نفترض انه هي هيك يعني النقطة خمسة سالب اتناعش تقريبا مده تكون وين؟ لتحد والنقطة بال هي شو سالب خمسة سالب اتناعش تتكون فوق المهم انه نهايتين الاقطار شباب عشان انت تكون فاهم نهاية الاقطار هيها حلو هاي الف وهي با بس بديك تفهم شو يعني نهايتين اقطار بين الف وبا هادون نهاية القطرين ويكون موصول مع بعض فهادا عبارة عن قطر في الدائرة مس كيف الفت النمرة بالمركز هلا انا ما تحل بتاع في نمرة بالمركز انا رسمت لي رسمة زي هيك عشوائية بتلي هاي مسايبة وهي الف هدا العبارة عن نهاية اقطار وعملت لي هيك مية مية صحيحة حلو بس عشان انت تفهم كيف اذا عندك الف وعندك بانها نهاية اقطار المركز شو اسمه المركز اسمه مين اول اشي طالبه منك بيحكيلك ما احداثيات مركز الدائرة لو ما رسمت الرسمة بتقدر تحذرها بما اني انا بقولك انه احنا نهاية اقطار نهاية اقطار احداثيات مركز الدائرة مركز الدائرة امي وان بيجي بيجي بالنص يعني المسافة بين نص المركز نص القطر هاي النقطة نص القطر وبين هاي وهاي نص القطر هاي كاملة شو اسمها اسمها القطر فانت كيف داك تطلع المركز المركز اللي هي احداثيات منتصف الف با هاي احداثيات منتصف الف با كيف بتطولها اللي هي عبارة عن الدرس التاني مجموع السينات سين واحد زائد سين اتنين عتنين وصد واحد زائد صد اتنين عتنين إذن إحداثيات منتصف مرة الألف شباب بسرعة هيك خط بس أنت متعود عليه اللي هو شو إحداثيات منتصف ألف با اللي هي مجموع السينات عتنين فاصلة مجموع الصدات عتنين هذا آخر درس فتماعة شهر أول يالكف